اه يوم خمسة وعشرين هشام عز الدين العرب من فضالي كوليات المرحلة التالتة ميرفاة امين محمد صروط نادي الاسماعيل اسماعيل خشاب ابراهيم عادل لويكز الامير حمد اهلال كيريان كرنديشي ريبرد اه شايف ايه كده وانبارح احنا اتكلمنا على حاجات لما عملت لكم بس قبل مسافر كانت الصبح اه نتيجة تنسيق المرحلة التانية برشنولا ضد منشيتي الاهل للد ام برشنولا ريم البرودي زمالك اسي اه دين الدورداني اه ساميرا سعيد نادي برشنولا دونيا سامير غانم ياسمين عم عزيز الشركة المتحدة اه نادي ناسيم نجيب اه صفقات الاهلي عفتاح جرين عبد المنصف اكاديمية المهنية المعلمين وكريستانو نوناردو دول كده التريندات اللي كانت موجودة وفي خبر امريكا تطلب من رعاياها مغادرة امريكا فورا اه اوكرانيا فورا اه ده خبر انا هرفعه من عالدسك اللي بيتركع دلوقتي على الجريدة فهنرفعه مع بعض ومتش لايكش تراكت في الجرز واللي عايز معلومة نفتح بس مباشر مفتوح للمناقشة حتى نتخلص من اه الشغل اللي موجود عالدسك يعني راحت بيسافر وبيرجع ومطلوب منه شغل كتير وربنا يكرم يعني يبقى فيه فلوس كتير ادعو لنا ربنا كده يعني اه من قلبكو اه ايوة انا دلوقتي بعمل حاجة على المواقع اه مفتح عشان ما باعفش انجليز طبعا فبكتب جوجل كروم اه جوجل رصدي اه جوجل ترجمة بقى اه وهكتب الكلمة دي يعني اخد امريكا الطالب من رعاياها المغادرة اوكرانيا كده واكتب صهايب بركات ليه انا بعمل ده عشان الرابط بيبقى كبير قوي لو انت ما عملتش ده ما بتيجي تنشره بيبقى كبير قوي فما بيبقاش بين الرابط اه في نفس الوقت انت بتعمل حاجة زي سي يو كده محترم للموقع بتاعك اه ان الموقع نفسه يبقى ظهر له كلمات ومفاتيح وعلامات اللي هو نفس الشغل بتاع اليوتيوب بس ده على موقع اه اللي انا بحط دلوقتي كوبي بيست ده عشان يظهر برضه على جوجل اهو حد ما اللمبة دي تصفر كده بس او تقدر يبقى تمام اوكي وحطت الصورة بتاعات الغلاف وحط اسمها ايه الوسامات انا عندي هنا في اليوتيوب اسمها العلامات هنا اسمها الوسامات بس هي وسامات فعلا اه لان هي لو انت مثلا الخبر عايز تجيب خبر عن اوكرانيا على الجريدة لو دست على كلمة اوكرانيا دي هوريه لك ازاي تلاقي الخبر فده يعني اوريه لك بس من ارفع الخبر وقرركم ايه اللي انا عملته دلوقتي خلى الخبر يبقى يعني ايه المميز فيه وليه عملت الحركة دي علشان الكلمة الانجليزية وبكتب بالانجليزي ايه المميز فيه في الفكرة دي اساسا الفكرة اه لوه الموقع يبقى حاجة ليه حاجة خاصة بيه بيعمل نسبة ظهور عالية طبعا للموقع اه على الاقل لما تظهر كاملة امريكا 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 لوحد دي بيعمل في محاركات البحث هو فعلا الموقع ظهر وجايب ستمية خمسة وحاجة تعليق كله اجنبي فدي حاجة كويسة اساسا ثانيا واحد عشان اركز انا عملت ايه اه امريكا تطلب وزارة الخارجية اصفرة تمام وكلمات المفتاحية حطيتها كل حاجة تمام بس خلاص دوس نشر اوليكا بقى دلوقتي ايه الحاجة انا عمد دوس المشاهدة بقى المقال اهو بس كده بقى ده بقى رابط المقال خدت وعملت له قبي عملت له بست عملت له اي حاجة بيبقى اسهل وسهل طريقة شكله شكله جميل اهو مسلا على تويتر اه شكله حلو جدا اهو سورة الانتشار للاخبار ايه الهاشتاكات على تويتر او على اي منصة من التواصلات التواصل الاجتماعي اه ليه بقى ليه الهاشتاك بيعمل اه سبعان جايزة قلب قال ليه الهاشتاك بيعمل نسبة نسبة سريعة اه علشان الهاشتاك ده لغة كمبيوتر او برمجة اللي انا بحاول ادرسها اهلا